الحرس الثوري يمثل رقما عسيرا في مصفوفة العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي صوب الطهران فوهات انتقاداتها تجاه البرلمان الاوروبي بعدما طالب بادراج الحرس الثوري الايراني على قائمة المنظمات الارهابية وحضر وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان من ان هذا القرار يعني ان الاوروبيين يطلقون النار على انفسهم رافضا ما وصفه بالتوجه الانفعالي والسلوك غير الصحيح وغير المدروس واكد في اتصاله مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان الحرس الثوري منظمة رسمية وسيادية تلعب دورا محوريا في ضمان الامن الايراني وحث المؤسسة التشريعية الاوروبية على ان تركز على مسار الدبلوماسية والتعامل البناء وفق تعبيره يأتي ذلك بعدما صوت البرلمان الاوروبي باغلبية ساحقة على ادانة قمع المتظاهرين في ايران وامداد روسيا بطائرات مسيرة داعيا دول الاتحاد لادراج المرشد الايراني علي خامنئي والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وجميع نواب البرلمان الايراني على قوائم العقوبات الاوروبية وكذلك حث على تصنيف قوات البسيج وفيلق القدس في قوائم الارهاب الاوروبية لا يملك البرلمان الاوروبي اي سلطة لاجبار الاتحاد الاوروبي على ادراج الحرس الثوري الايراني على قائمته للمنظمات الارهابية لكن النص الذي تبنه النواب على نطاق واسع يمثل رسالة سياسية واضحة لطهران وتدهورت العلاقات بين الدول الاوروبية والايرانيين في الشهور الماضية مع تعثر جهود احياء المحادثات النووية كما تحتجز تهران عددا من المواطنين الاوروبيين وسط تزايد انتقادات اوروبية لحملة الاجراءات الصارمة العنيفة المستمرة ضد المتظاهرين بما في ذلك تنفيذ احكام بالاعدام